أجلت لجنة الانضباط التابعة لرابطة المحترفة لكرة القدمة الاستماع لرئيس شبيبة القبائل شريف ملال على ضوء تصريحاته النارية يوم الاثنين المنصرم وبعدما كان مقرر في التاسع عشر الاستماع إليه كما قامت لجنة الانضباط بمعاقبة كل من حارس الاتحاد العاصمة محمد لمين زيماموش وحارس الوفاق والمنتخب مصطفى زغبة واربيعي ومروان دهار وتفيق زرارة بمباراة واحدة